بسم الله توكننا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وكفاء وصلاته وسلامه على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى وعلى كل من سار على النهج والأطر واقتفى السلام عليكم جميعا عنوان الدرسة الصحة أمانة والوقاية مسؤولية وبعد إن من جل النعم وأعظمها نعمة الصحة والعافية والصحة هي حالة متوازنة بين الصحة البدنية والعقلية والنفسية ولضمان الحفاظ على النمو الطبيعي وكسب القدرات على العبادة والإنتاج والنفع لا بد من الاهتمام بالصحة ولهذا الغرض وجهنا الإسلام إلى الاهتمام بالصحة وقواعدها ووقايتها واعتبرها من صميم رسالته قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأن محيزت له الدنيا بحذافيرها رواه الإمام البخاري وقواعد الصحة كثيرة نذكر منها النظافة التحرز من العدوى القصد في المأكل والمشرب تجديد النشاط إلى غير ذلك من القواعد القاعدة الأولى أولا النظافة النظافة اعتبرها الإسلام سلوك ديني ومظهر من مظاهر الحضارة الإسلامية ومن أسسها الوضوء والغسل وهما أساس الأداء التعبدي حيث كرم الإسلام البدن وجعل طهارته أساسية لكل صلاة قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان فأي دين جعلها نصف الإيمان وهي تتسع لتشمل طهارة التياب والمكان والمطعم والمشرب والبيئة والبدن بكل أعضائه فالله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة إن الله يحب الثوابين ويحب المتطحرين اللهم اجحلنا من الثوابين ومن المتطحرين القاعدة الثانية وهي التحرز من العدوى أخواتي إخواني في الله العافية لا يساوي قدرها شيئا من المال والمتاع وحطام الدنيا فديننا الحنيف وضع منهجا لهذه القاعدة ونحن في ظروف هذه الجائحة كورونا فالواجب التحرز من العدوى واتخاذ الإجراءات اللازمة للنجاة من هذا الوباء وكي نتجنب خطره فعلينا عدم الاقتراب من المريد قد تكون عيادته من بعيد فلابد من الخوف والحضر والواجب حفظ أنفسنا من التهلك والضرار اللهم احفظنا جميعا وأبعده عنا برحمتك يا أرحم الراحمين القاعدة الثالثة القصد في المأكل والمشرب ها هو ربنا الكريم جمع أقوال الأطباء والعلماء في آيته الكريمة كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صورة الأعراف فالآية الكريمة تشير إلى أن الوقاية خير من العلاج والآية الكريمة تضع ميزانا للأكل والشرب يا أحبة الإسلام التغذية السليمة ضرورية لنمو الإنسان في مختلف مراحل فهي تمد بالطاقة لقيام الجسم بنشاطه وتساعد على مكافحة المرض ولكن ينبغي على المسلم أن يسلك القصد في المأكل والمشرب ويتجنب الإسراف والمجاوزة فالحمد لله على نعمه لكن القصد أسهر عوت بليغ إلى الغاية لتجنب الأمراض القاعدة الرابعة وهي تجديد النشاط يا معاشر المسلمين والمسلمات أليس في عبادتنا من صلاة وصيام وقيام وغيرها من أعمال الخير محفزات لتسجيد النشاط والحيوية ألا تزودون بالغذاء الروح والصفاء النفسي والعقلي فيتحقق السلام الداخلي والحيوية بالأخذ والعطاء فينشط البدن فلنطعد من قولي عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها فحبيبنا وجهنا لأخذ هذه القاعدة العظيمة لتجديد نشاطنا اليوم ولنبتعد عن كل ما يعرقل هذا النشاط كالضرر بالصحر والإدمان على الكحول والمخدرات والرتابة وما إلى ذلك من الأشياء التي تعرقل هذا النشاط ولا نمس الرياضة فممارستها بانتظام تساعد على إنتاج الطاقة للجسم وابن القيم ينصحنا أن نستعمل القدرة المعتدلة منها فهي تغني عن العلاج بكل إيجابيتها خواتي إخواني هذه فقط بعض القواعد الصحية ولكن لا جدوة منها إلا من تحمل مسؤولية الوقاية فهي خير من العلاج بكل أصنافها وأخيرا ديننا الإسلامي جعل الحفاظ على الصحة من الضرورية الحمس حفظ الماء الدين والنفس والمال والنسل والعقل ووضع لها حدودا وقواعدا وضوابطا تضمن مصاره الصحيح فينعم الفرض بصحته وعافيته فيقون ناتجا ومنتجا وحيويا نافعا لنفسه ولغيره ويقول شاعر لا تأس من دنيا على فائت وعندك الإسلام العافية فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الصحة والعافية فلنجعلها أمانة نفعنا الله جميعا بهذه الجلسة وحفظنا ورعانا برحمته من هذا الوباء اللهم نسألك صحتنا وعافيتها ودوام عافيتها والشكر على العافية والنجاة من كل بلية آمين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم